حدثنا يزيد بن عبد الربه حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وكان أول من قص تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذنا له عمرو حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد ابن أختي نمر قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى كان عثمان حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن أسود القرشي أن يزيد بن خصيف تحدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزالوا أمتي على الفترة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد يعني ابن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين حثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نأتب الشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين حان مكي حدثنا الجعيد وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذه قالت لا يا نبي الله فقال هذه قينة بن فلا إن تحبنا أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها حثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداعن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقال سفيان مرة أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حثنا سفيان بن عويين تحدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين يوم أحد وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثني فيه حثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس وأبو شيهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل وأبو بكر كذلك وعمر كذلك رضي الله تعالى عنهما حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرامي قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد سائب بن يزيد فذكر مثله حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أختنا مير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أذنين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن اسمعيل ابن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنساء يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة قال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا